أدى هجوم على نقطة تمركز للجيش الليبي في منطقة وشتاتة عند الطريق الرابط بين مدينتين ترهونة وبني وليد جنوب طرابلس فجر اليوم إلى مقتل 15 جنديا وجرح 5 وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011 انفلاتا أمنيا كبيرا بعدما فشلت السلطات المؤقتة هناك في تأسيس جيش وشرطة قويين بعد أيام قليلة من تعرض السفارة الروسية في طرابلس اعتداءات كبيرة أدى هجوم على نقطة عسكرية تابعة للجيش الليبي من قبل المسلحين إلى مقتل 15 جنديا وجرح 5 آخرين في حين قالت وكالة الأنباء الليبية أن ثكن العسكرية تابعة لللواء الثاني مشاد بمنطقة وشتاتة تعرضت فجر اليوم لهجوم من قبل المسلحين وأن الهجوم وقع على الطريق الرابط بين مدينة تيبني وليد وترهونة مضيفة أن مستشفى ترهونة استقبل حتى الآن 15 جثة و5 جرحة إلى ذلك يعتبر استهداف مقرات الجيش الليبي بات شبه متكرر خصوصا في الشهور الأخيرة فقد قتل ستة جنود ليبيين عند نقطة تفتيش للجيش جنوب السرد في نهاية يونيو الماضي وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011 انفلاتا أمنيا كبيرا بعدما فشلت السلطات المؤقتة هناك في تأسيس جيش وشرطة قويين ما جعلها تعتمد على ميليشيات مسلحة تمكنت فيما بعد من بسط سيطرتها على العدين من المدن ومحاصرتها أيضا لوزارات سيادية مثل العدل والدفاع الاضطرابات الأمنية المستمرة في ليبيا هوت بالاقتصاد الليبي بعد قيام بعض المجموعات المسلحة بإغلاق بعض المرافع النفطية في وقت سابق فيما انتشرت جريمة الاغتيالات وكان آخرها مقتل أحد ضباط الجيش الكبار على أيدي امرأة روسية ما أدى إلى هجوم على السفارة الروسية انتهى بإجلاء الدبلوماسيين وترحيلهم إلى موسكو بعد تعرض السفارة إلى هجمات مسلحة على أيدي مواطنين